النهاردة هشارككوا نوع من أنواع الشربة المفضلة في البيت ويعني الكبير والسوار هيحبها المناسبة بالعاشة أو كالطبق جانبي في الغداء شربة المشروم هنعملها بطريقة سهلة جدا ده ربا ميل جرام من المشروم غسرته كويس جدا وانتشفته ما بسيبش فيه مياه علشان ما يسودش مني وبعد كده هنقطعه شرائح رفيعة طبعا الكمية دي كلها هتكشف الحل عندنا لأن المشروم نسبة المياه فيه عالية قوي هنحتاج مع ربا ميل جرام من المشروم بصلوية حجمها وسط يعني من الصغيرة الوسط هنقطعها مكعبات صغيرة خالص الأفضل في الشربة دايما إن احنا نقطع البصل بالسكينة يعني ما نبشرهوش بالمبشرة عشان ما يدينيش طعم طبيق شوية في حل على النار هنحط معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من زيت الزتون هنزل بالبصل على طول هنقلب بس تقلبتين كده لحد البصل ما تلاقوا بدأ ايدبل ما بيتحمرش معاي خالص بعد كده هنحط المشروم اللي عندنا عشان كده نستخدم حلة كبيرة لإن كمية المشروم في الأول هتبقى كبيرة فهنعرف نقلب براحتنا أي نام هتكش في الآخر بس ده أسهل لقيت وحدة مشروم مش متقطع فها قطع طعا بعد كده هنحط فصل توم مفروم نعم أنا مش بحطه في الأول مع البصل عشان مش عايزي أخد أي لون خالص هحطه أقلبه مع المشروم ممكن تزوده عن فصل توم بس أنا بنسبه لي كفية قوي فصل مع الكمية دي وهنحط بقى راشة من الفلفل الأسود وربع معلقة صغيرة من الملح هنزبط في الآخر كمية الملح ودي بهارات اللي هي الزعتر البري مجفف وبقى دونس مجفف حطيت منهم معلقة صغيرة بعد ما المشروم زي ما نشفته كده بدأت المياه نشفت فيه زلت بمعلقتين كبار من الدقيق وهنقلب تقليبتين حلوين كده لحد ما الدقيق يستوي بس كده خلاص يعني تقريبا المشروم ستوا هنحط بقى ممكن تحط شربة مرأة جهزة عندكم مرأة فراغ أنا استخدمت هنا مياه ومعه مكعب من المرأة الجهزة اللي هي مرأة الفراغ وهنقلبهم بعد كده هنسيبهم على النور تقريبا شوية خمس دقيق لعشر دقيق لحد ما تلاقوا يعني الخليط كده بقى سميكة عندكم كده تمام هاخد بس كبشة واحدة على جنب عشان هزوق بيها الطبقة في الآخر وهنحط بعد كده كباية من الكريمة الخفقة او لو حابين تحطوا اشطاء تخففها بشوية لبن او معلقة او كباية لبن وعليها متدوب فيها معلقة كبيرة من النشا يعني اي حاجة عندكم مناسبة انا استخدمت كباية من الكريمة هنحطها وهنضرب الخليط عن انا بالهند بلندر او في الخلاط حاسيت انها محتاجة شوية كريمة في زوية الكريمة بس يعني اياه كده الشربة سهلة خالص ممكن بقى تزواءها بقدونس فريش انا نسيت ان انا حط الماشروم القطع اللي انا كنت شايلها على جنب فحطيته تاني ورجعت حطيت البقدونس يعني بصوا هتعجبه جدا بجد كحاجة طبق جنيبي بقى لعيش التوست المحمص ده انا بحبه قوي جبت معلقتين كبار من الزبدة ومعهم فصتهم مفروم نعم وشوية من البازل اللي هو الريحان المجفف واخدت بس شرحتين توست هتعطهم ربعات حجم وسط وحندهنها بالخليط اللي عندنا يعني هوتهم مفروم وزبدة سخنتهم مع بعض واي بقى بوهرات مجفف عندكم بتحبوها روزماري زعطر ريحان بس كده وهندن بيها العيش التوست اللي عندنا وحندخلوا الفرن على درجة حرارة 200 مش هياخد اكتر من ربع ساعة في الفرن وبرده بنفتحها ليه ونقليبه النحية التانية بصتوا بقى كحاجة كده جنب الشربة طعمه خطير جدا بجد هتعجبكم ما تنسوش بقى لو انتم مش مشتركين في القناة تشتركوا وتعملوا لايك